بعد أكثر من عامين على فاجعة البحر الألمية أنجزت وزارة الأشغال العامة عمال الصيانة الرئيسية لجسور البحر المية الثمانية مؤكدة أن جميع الجسور مستعدة لاستقبال أي منخفض جوي مهما كان نوعه وبشكل يضمن سلامة مرتدي المنطقة هنا تتكسر المياه المنبثقة من جبال مادبة تحت الجسر الرابع في زرقاء معين بعد أن أنجز مشروع تأهيل جسور البحر الميت ذات المكان الذي تكسرت فيه قلوب الأردنيين كافة حينما أزهقت السيول أرواح العشرات من الأبرياء في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام الفين وثمانية عشر حبيت بنفسي مع الجهاز المشرف نطلع على بعض المنخفض آخر منخفض جوي والأمطار الطيبة والخيرة اللي إجت إنا أشوف شو صار في الحل اللي إحنا قدمناه كمهندسين وكوزارة أشغال للمشكلة الرئيسية اللي كانت تأرقنا في ثمن الجسور الحقيقة في هذه السيانة لثمن الجسور هذا رقم أربعة اللي هو أكثر تجمع السيول في أعالي الجبال وكلها بتتدفق فاجعة البحر الميت المشؤومة كانت جرس الإنذار الذي نبه إلى ما آلت إليه حالة الجسور لتطلق الحكومة مشروع إعادة تأهيل وصيانة الجسور الثمانية اليوم وبعد عامين من العمل المتواصل في المشروع وبكلفة قدرت بأحد عشر مليون دينار أردني تقول الحكومة إنها أي الجسور أصبحت جهيزة تماما لاستقبال أي منخفض جوي عمال الأساسية اللي لا كان لازم نقوم فيها لنكون مستعدين لاستقبال أي منخفض جوي مهما كان نوعه نحن أنجزناها وانتهينا منها الحمد لله يعني ما عنا مشكلة مشروع التأهيل شميل الطريق أيضا لتصبح أكثر أمانا من الناحية المرورية إذ تعتبر الطريق التي تشقها الجسور الثمانية طريقا استراتيجية تصل الغورة الشمالية بالجنوبي يمر عبرها يوميا آلاف المواطنين والمزارعين وسيارة النقل الكبيرة فهل سيكفل مشروع الترميم هذا حماية المرة من أعلى الجسور وعدم تكرار سيناريو الفاجعة من أسفلها